اشتركوا في القناة ناخد اقسام الجملة الجملة عرفنا تتكون من جملة اسمية وجملة فعلية هنبدأ النهاردة ان شاء الله بالجملة الاسمية الجملة الاسمية هي بتتكون من رقنين اساسيين هما المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر المبتدأ هو اسم يأتي في اول الجملة الاسمية نقوله هو ما نبدأ به الجملة الاسمية والخبر هو متمم الجملة الاسمية الخبر هو متمم الجملة الاسمية مثال لو أنا قلت الجو بارد الجو بارد الجو اسم يبدأ به الجملة الاسمية يكون المبتدأ بارد هو ما نفهم منه الجملة أو متمم الجملة الاسمية ويكون الخبر لاحظ أيضا الجو علامة الضبط الضمة بارد علامة الضبط الضمة وده الإعراب اللي هنشوفه النهاردة مع بعض تعالوا نشوف الدرس ونرجع تاني الجملة الإسمية هي التي تبدأ بإسم والمبتدأ هو الإسم الذي تبدأ به الجملة والخبر هو ما يتم به مع المبتدأ معنى الجملة تعالوا نشوف الحاجات دي كلها مع بعض بالأمثلة الجملة الإسمية تتكون من رقنين أساسيين هما المبتدأ والخبر الولد مؤدب الولد مؤدب تمام؟ تعالوا نشوف الولد اسم في أول الجملة يبقى مبتدأ مؤدب يبقى أنا فهمت إيه؟ فهمت أن الولد مؤدب يبقى ما نفهم منه الجملة الإسمية هو الخبر يبقى الخبر مؤدب يبقى المبتدأ هو الإسم الذي نبدأ به الجملة هو الإسم الذي نبدأ به الجملة أما الخبر هو ما يتم به مع المبتدأ معنى الجملة أو بمعنى هو متمم الجملة الإسمية هو متمم الجملة الإسمية أو ما نفهم منه الجملة الإسمية الجو بارد الجو بارد يبقى الجو معنى اسم في أول الكلام يبقى مبتدأ بارد ما يتم به الجملة هو الخبر يبقى الجو مبتدأ بارد خبر بالنسبة للإعراب لو أنتم شايفين في الجو في علامة هنا ده اسمه الضبط وبارد برضو في علامة في آخر حرف الضبط وضع العلامة الإعرابية على آخر حرف في الكلمة الجو بارد يبقى المبتدأ هنا بالنسبة للإعراب بتاعنا الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الجو تاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم بارد بارد يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم نحفظ الكلام ده الأول الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم بارد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم القاعدة الجملة الإسمية كل جملة تبدأ بإسم مثل التلميذ نشيط تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر المبتدأ هو الإسم الذي نبدأ به الجملة والخبر هو ما يتم به مع المبتدأ معنى الجملة تعالوا نشوف التدريبات ضع في المكان الخالي مبتدأ مناسب مما بين القوصين نقط بلد السلام عندنا هنا النيل ولا مصر ولا القرية النيل ولا مصر ولا القرية يبقى الإجابة بلد يبقى مصر يبقى مصر بلد السلام تمام نقط المسال رقم اثنين حق من الحقوق هل هو العمل ولا البطالة ولا الإهمان نقط بصنا كده أيوة يبقى العمل العمل حق من حقوق أو العمل حق من الحقوق نقط مشرف للاعبي مصر نقط مشرف هل هو العمل ولا الاجتهاد ولا الانتصار أيوة الانتصار كلمة الانتصار اسم في أول كلام يبقى الانتصار مشرف للاعبي مصر أكمل بخبر مناسب مصر خدناه في المسال الأولاني مصر بلد الشواطئ الشواطئ جميلة السائحون السائحون مستمتعون آثارنا آثارنا خالدة عين المبتدأ والخبر فيما يأتي الطالب مكتهد المخلص محبوب الإسراف مذموم العامل محترم هنا هنعين المبتدأ والخبر يعني هنطلع من الجملة مين المبتدأ ومين الخبر ممكن نعمل الجدوى البسيط ونكتب مبتدأ وخبر ونطلع في المسال الأولاني مثلا هنطلع الطالب مبتدأ في أول الكلام مكتهد خبر هو متمم الجملة تبقى المسال التالي التاني المخلص مبتدأ في أول الكلام اسم تبدأ به الجملة محبوب هو الخبر هو ما يتم به الجملة والمسال رقم ثلاثة الإسراف مبتدأ في الأول مزموم هو الخبر للإسراف العامل مبتدأ برضو في المسال رقم أربعة محترم هو الخبر بتاع تعالى نشوف الجدوى البتاعنا المبتدأ الخبر طالب مكتهد المخلص محبوب الإسراف مذموم العامل محترم محبوب موسيقى 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 وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله في الجزء الثاني من القواعد النحوية الجملة الفعالية وشوفكم على خير اشتركوا في القناة